السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناتنا مرحبا بكم في درس جديد هذه المرة يتعلق بما يسمى articles الارتكل في اللغة الإنجليزية هو نوع من الادجيكتيفز اللي كي بيل لنا ناون ديفينيت يعني معرف أو ناكيرا في اللغة الإنجليزية لدينا و و و في اللغة الإنجليزية مع يتصلوا ناون و كي يوريونا واشهدك الناون اللي هو إما أو 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 أمان 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 أعطيه واحد المثال في هذا السياق هذا أحتاج يجربة أمان 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 استغلت هذه الأنكرة لأنني لم أعرش أن يكون هناك ماذا الحمار؟ ماذا الزرق؟ ماذا في بيرو؟ ماذا في المقلامة؟ ماذا أعرش أني هناك لأنني درت أراضي لأنني تحدد لي هذا النوع رغم ما معرفش I want an apple هذا جيد للأمثلة هذا معه أ وهذا معه أم لاحظوا I want an apple ما عرفتها شوشتك الحمراء والخضراء الطيبة والخضراء اللي في الثلاجة اللي فوق الطبلة ما عرفتش بالضبط لماذا تستعملت أن لاحظوا لماذا تستعملنا ملاحظة هنا مسيطة ولكن مهمة تستعمل أ إذا كان لدينا الكلمة من بعد منها تبدأ ب Consonant P Consonant ماذا تستعملنا أ A pen A book إلى آخر لماذا تستعملنا هذا أن لدينا الكلمة اللي نبعد منها فيها A vowel اللذي نعرف إما 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 أو إما إلى آخر نستعملوا أن لكي يخفى في النطق خلاصة القول هذه هي أن غير هذه نطقها التي يكون لدينا Consonant هنا وهذه كمنا نستعملها إذا كان لدينا هنا لدينا أو 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 خلافا الانديفينيت أرتيكل اللي هو او الآن فالانديفينيت أرتيكل كي يرتبط ليهو غير واحد عندنا غير واحد ليهو ذو فهو كي يرتبط بالأسماء المعرفة والمحددة سلافا إذا كنا عارف المثالة القبيلة قلنا نشوف هذا المثال باش نفهمه مزيد I need a pen هنا استعملنا إنديفينيت أرتيكل إذا عرفنا هذا pen في اللول وادكرناها في المرة الثانية ما غنستعملو او غنستعملو د I need the pen فلول ما عرفنا استعملنا أرتي دابع ملي عرفنا غنستعملو د pen which is I need the pen which is on the desk هذا pen هو هذا في اللول ما عرفنا استعملنا إنديفينيت أرتيكل من بعد ما ذكرناه للمرة الثانية و كنا عارفينه قدرنا له the اسميتها definite article كنا نعرفوه بينما نعرفينه نفس الشيء نستعملوه نفس الشيء نقولوه على apple نعود المثال apple قبلة شفنا I want an apple بما أننا عرفنا هذه الأبل في المرة الأولى فالمرة الثانية غنقولوه I want the apple which is in the fridge okay استعملنا the لكي عرفنا بها apple اللي ديجا تكلمنا عليها قبيلة قبيلة لاحظوا سنترى الانتباه لواحد المسألة هنا وهو النطق ديال هذه I want the apple سمعوك نطقت هذه the apple the كنت نطقها على جهة الأنواع كنت نطقها the إلا كنت قدمها كلمة فيها consonant the car the bus the man إلا لاحظوا هذو كلهم كي يبدأوا consonant sounds c b m m كنت نطق the إلا كنت قدمها كلمة فيها vowel sound the elephant لاحظوا هنا vowel نطقنا هذه the لكي يخفف لنا النطق غالباً في اللغات كي يكون بحالة المسائل هذه لتخفيف النطق ولتسهيل النطق إلا قلنا the elephant رح نتقل من the 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 elephant the car the bus the man the elephant the element the idea the idea لأ أنت نظر لأ أظن لأ الأمر وضحة و بسيطة نطق لأ لأ التي كنت تستعمل articles غالباً أ مع آن كنستعملهم مع سينجولار نونز ولكن في البلورال أمام كتولي مان محدها حتى شي أرتيقل بوك تتولي بوكس محدها حتى شي أرتيقل الإليفن تتولي إليفنس محدها حتى شي أرتيقل هذه تدلين على زيرو أرتيقل يعني ما كانش حتى شي أرتيقل ثم أمور كمانة انتقلوا الأمر آخر بالنسبة لما يتعلق أرتيقل هذه تدلين على زيرو أرتيقل تستعملهم مع سينجولار نونز مثلاً أرتيقل بحال اللي لقلنا وان بوك تنقولوا وان بوك تو بوكس ثري بوكس أرتيقل بحال وان بحال أرتيقل أرتيقل كم كلمات هدو؟ هدا كاونتبل كم كاونتبل نونز؟ بحال المثال الووتر؟ لماذا؟ واش؟ يمكننا نقولوا وان بوك تو بوكس ثري بوكس ولكن مع ووتر؟ يمكننا نقولوا وان بووتر؟ لا ممكنش تنقولوا ووتر هدا كلمة أبستريق لا تنقلوا معها أرتيقل أرتيقل حسنا؟ مثلاً بحال حاجة أخرى بووتر تنقولوا بووتر؟ تنقولوا بووتر؟ هكا مطلقة هدو انكاونتبل شوغر مثلاً بحال الكلمة هدو بحال هذا النوع شوغر صوت ما نستعملش معهم أرتيقل ولكن إلا قلنا أرتيقل أرتيقل إلا قلنا إلا حددنا الكمية بواحد مقدار مثلاً أرتيقل أرتيقل حددناها بواحد هذه الكمية هذا هو المقدار الذي عبرنا به إذا أرتيقل 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 غلاسة تنقولوا برادي الخبز تنقولوا لوف أوف برادي أوف برادي أوف برادي أوف برادي رين قلنا قبلها لا نقوم بإمكانها أردقائها ولكن إذا قمنا بإمكانها أدركتها تقولوا بالنسبة لأدركتها قطرة صحيح؟ هذه قائدة هذا هو مدينة، بريد، رين لا نستطيع أن نقوم بإمكانها أردقائها ولكن من الممكن أن نحدد القدر لهم مقدار، فهو نقوم بإمكانها أردقائها على حسب المقدار لا نقوم بإمكانها أردقائها دعبنا نرى بالنسبة لأدركتها تستعملها في بعض الحالات ولكن لا تستعملها في بعض الحالات أخرى The أنا قد رستعملها مع مجموعة من الولايات مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية لا نقول لك The United States of America هذه بما أنها مجموعة الولايات فتنقول تنستطيع أن نخدم ده هنا مثلا مراكو هذه هي الدولة وهذه الدولة ماذا سنقول ده مراكو؟ لا، سنقول مراكو هنا قلنا حين تعيدنا مجموعة الولايات ولكن تغير الولايات واحدة مثلا كاليفورنيا سنقول كاليفورنيا كاليفورنيا بلا هذه الدولة نستمر هذا الدولة مع سلسلة الجبال مثلا أطلاس 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 مونتن ولكن مع مونتن واحدة جبل واحد أنا لا أستطيع أن نستمره ندرها بدون أرتيكو تنقول مونت كاليموت موستي و خقلنا مونت أنت نقول مونت أطلاس مونت لجبل واحدة ولكن من تقول أتلاس المونتنز على سلسلة جيبان نقول شيء كلمة أخرى في هذا definite article من المدينة نستعملها مع oceans مع السيز مع ريبرز مع مانتن رينجز حالي شبناك ويلة مع غروبس أوب آيلاندس مع غورفس مع مجموعات يغذر مجموعات يغذر هناك مثلا في الأطلاندس 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 هناك أطلاندس 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 ولكن إلا كان مانتن أحدا ما كان استعملوش ذات الأطلاندس ولكن أطلاندس لا يستعملوش بشكل كثير كان حالة أخرى لا نستميش فيها ايضا مثل لا نستميش فيها أحب المصولات أحب المصولات جيوغرفي سيئة اتترى المتابعة المتابعة لا تستخدم ايضا اخر ايضا عندما نتحدث عن المتابعة لا تستخدم ايضا بالطبع ايضا 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 هنا لا تستخدم ايضا ولكن هنا ايضا أصبح ملاحظة بسيطة هنا سأنترها لكم وهو من اللي ندره مثلا Japanese هي اللغة إذا قدرنا The Japanese فهنا كان يعنيه هنا الشعب الياباني يعني اليابانيين إذا قلت The English ربحان إذا قلت English people إذا قلت The English كان يعني English people إذا قلت The French ربحان إذا قلت French people إذا قلت The Japanese فهنا كان يعني Japanese people إذا قلت في اللغة ما كان استعملش Articles ولكن إذا استعملت The ركي أنت تغير المعنى وكي يقول اللي كانت تكلم على نس ديال Japan نس ديال England نس ديال France أعطي الحالات أخرى ما كان استعملش فيها Articles وهو إذا كانت تكلم على Sports Sports ما كان تكلم على Sports مثلا Football ما كان قلش I like a football ما كان قلش I like the football كان يقوله I like football بدون أي article وقس على ذلك مع بيسبول ومع باسكتبول مع هاندبول Etc Orsports don't use any article إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وللتوصل بالجديد المرجو الضغط على زر الجرس ترجمة نانسي قنقر